طيب الحاجة التانية وأخيرا اتحاد الكورة نطق ورد على التصريحات اللي خرجت من المستشار القانوني الحالي للجنة الحكام الكابتن والمصطفى الصباغ عضو لجنة الحكام الرئيسية والمستشار القانوني للجنة الحكام أنا بقول أخيرا الاتحاد رد ليه لأن الراجل طلع يتكلم وقال كلام خطير جدا ولكن أنا كنت مستنى رد الاتحاد ورد لجنة الحكام بصوا تخيلوا رد لجنة الحكام طلع بيقول إيه مصدر بلجنة الحكام وأول القصيدة أول القصيدة كلام ما يصحش أنه يتقل أساسا ليه بقى؟ لأنهم آيليين كلام غلط ليه آيليين كلام غلط؟ لأنه كلام مرسل مش ردين ردود مقنعة أو ردود سليمة تعالوا بصوا بيقولوا إيه لجنة الحكام ليال لقور عبر مصدر لم يعلن عن اسمه تم توجيه الشكر إلى واقل الصباغ وتصرحاته الأخيرة شخصية وليست رسمية تبليء شخصية وليست رسمية قال لك أصل اتحاد الكورة في جلسة ستة وعشرين ستة الماضي يعني الجلسة دي بالظبط مر عليها قد إيه؟ النهاردة كان في الشهر النهاردة خبستاشر سبعة يعني مر على الجلسة دي حوالي تلت أسابيع بعد تلت أسابيع طالعين النهاردة يقولوا أصلحنا ماشينا مين بقى؟ أحمد الجرحي وسعيد عبد الغفار وأحمد ساهر مع المستشاري القانوني وعدو اللجنة واقل الصباغ طب أنتوا يوم ستة وعشرين ستة لما أعلنتوا عن توجيه الشكر لأعضاء اللجنة قلت وقتها في الخبر الرسمي مين هما؟ لا ما قلتوش ليه؟ لأن كان من ضمن الأسماء دي كمان كان محمد أبو خاطر معد الياقة البدنية بس أنتوا تراجعتوا وما قلتوش الأسماء دي ولا قلت اسم محمد أبو خاطر والنهاردة لما قلتوا الأسماء شلتوا اسم محمد أبو خاطر ليه؟ لأن أنتوا عاملين كرسة في تعيينة حكام مباراة براميزو المقاولين الموضوع اللي احنا انفرضنا به هنا وكان إثارة الموضوع هنا والمقاولين اعتمد على اللي احنا قلناه هنا واللي إسماعيلي كمان بيعتمد على اللي احنا قلناه هنا وتم توجيه ثلاث شكاو رسمية لاتحاد الكرة بشأن تعيين محمد الحنف وتعيين غير قانوني وتعيين خاطئ وبالتالي يجب يتم إعادة مباراة برامد زو المؤولين والإسماعيل وسراميكا كيليو بطر لأن حاكم أدار المباراة وهو لم يكتاز اختبار اليقى البدنية وشرحنا وقلنا هنا وكان معايا الكابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والإفريقي وسألته مدى قانونية إدارة الحنف للمباراة دي وهو لم يكتاز اختبار اليقى البدنية المعتمد من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا فيتنس تيست اللي هو بيسمى بيل وارنر أو كان بيسمى بيل كوبر تيست هل ده قانوني؟ ألا مش قانوني وتأكدنا فيما بعد بتصرحات رسمية لكل الحكام الدوليين السابقين لكل خبراء التحكيم حتى خبراء التحكيم في الاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي قالوا إن الاختبار اللي تم إجراءه لمحمد الحنف ده اختبار غير معتمد وبالتالي إدارته للمباراة غير قانونية وبالتالي إعادة المباراة طلع بقى بعدها المستشار القانوني للجنة الحكام وهو في اللجنة دلوقتي وبتحدى اتحاد الكورى أنه كان أعلن أو أخطر واقل الصباغي أنه هو مش في اللجنة النهاردة طالعين بيقولوا إيه؟ إحنا ماشيناه من يوم ستة وعشرين ستة تصرحاته دي شخصية لا تعبر عن وجهة نظر لجنة الحكام هو ده اللي أنت قدرت عليه؟ يعني المصدر المختفي من لجنة الحكام النهاردة طالع يقول لنا أصلي تصرحات وائل مصطفى المستشار القانوني للجنة دي تصرحات شخصية الرجل مش في اللجنة اللجنة ماشيته؟ اللي اتحاد ماشى؟ ما تمشيه ولا تقعده؟ هي دي قصتي ما تطلع ترد على اللي قاله؟ هو بيعبر عن وجهة نظر وبيقول رأيه؟ الرجل بيقول لك وقائع؟ الرجل بيقول لك موضوعات رسمية حصلت في عهد اللجنة وهو موجود فيها الرجل بيقول لك أنا قلت البريرا القرار ده غلط والتعيينة دي غلط وانت بتخلف الليحة اطلع رد عليه بقى دلة ومستندات بولايح اطلع اقول لنا عملت له الفيفا فتنس تست مش الاس ده بالاس اطلع اقولي الكلام ده مش تطلع تقولي دي تصرحات شخصية لا تعبر عن وجهة نظر اللجنة يعني انت بتأمن نفسك انا مش طرف مثلا؟ يعني اللجنة مالهاش علاقة؟ ايه دي ايه الردود دي؟ وايه التعليقات دي؟ امبارح المهندس محمد عادل المرشف على الكرة في المولين قالك بعت تلات شكاوة رسمية ما ترد عليه رسمي وانتو عملين بس تبعته مصدر في اللجنة ويطلع ايهاب الكوم يقولك انا سألت المعد البدني تبانع الهوى هو بينه وبينكم المعد البدني وتحدى اتحاد القرى بالكامل بكل اعضاؤه برئيسه بكل لجانه يطلعوا وياخدوا تصريح رسمي ويقول المعد البدني اللي يقى البدني المعني بالاختبار ده ويقول احنا عملنا الاختبار البدني المعتمد من الفيفا لمحمد الحنفي بينه وبينكم المعد اللي يقى البدني على الهوى هو بتحدى رئيس الاتحاد وكل اعضاء الاتحاد وابيريرا وكل لجنة الحكام لان مباراة بيرامنزو المقولين مباراة غير قانونية ويجب اعادتها ويجب اعادت هذه المباراة وجدولتها في الفترة اللي جاية لكن هتدفع عن الغلط بغلط هنفضل مستمرين معاكم وقريب جدا هيكون معايا هنا مسؤول من الاتحاد الافريخ والاتحاد الدولي لان اللي حصل ده خطأ قانوني لا يختفر للاتحاد وللجنة الحكام طلعين تردوا على الراجل تقولوا دي تصريحات شخصية لتعبر عن وجهة نظر اللجنة يعني احنا كاعداء اللجنة ملناش علاقة باللي بيقولوا ما تردوا عليه ردود ده سليمة ردود قانونية ما تقولوش كلام في الهوى ردوا على شوكها المقولين بشكل رسمي يبعتولوا رد رسمي يبعتولوا اللوائح دي للأسف ردود لللجنة اللي مصدر مش عايز يقول أنا مين ماشي ماتش الأهل وبرامدز اللي جاي اتمنى ييجي طاقم تحكيم على أعلى مستوى عشان نقفل ملف التحكيم لغاية لما نشوف اللي هيحصل للفترة اللي جاي